أستاذ جاكلين عايزين نعرف تفاصيل أكتر بقى عن طبيعة المسابقة ونعرف أستاذ المشاهدين وإزاي بتدعموا الشباب إن هم يعملوا حاجة مبتكرة حاجة جديدة وفي الآخر المركز زي اللي أقول المركز تارت حاجة كبيرة برضو مش سهلة إحنا جمعية أهلية جمعية التطوير والتنمية اتأسسنا سنة 98 قطع كبير جدا من اللي احنا بنشتغل فيه هو قطع تنمية الشباب السنة اللي فاتت مع استمرار أزمات السيحية اللي بتحصل عندنا بسبب الوضع العام طبعا يعني فكنا أعلننا عن أول مسابقة من نوعها هي مسابقة إجنايتد ودي تخصصها ستيم ساينس تكنولوجي انجليينج عن ماس الستيم بيبوم في الدنيا كلها ومصر محتاجة علماء أكتر ما محتاجة موظفين وناس عادية يعني فقلنا طيب إحنا حنواجه جزء كبير من الأنشطة اللي بنعملها لقطاع الشباب للعلوم الحديثة والمتطورة فأعلننا عن المسابقة المسابقة بيدخلوها مدارس يعني الفريق لازم تشكله مدرسة عشان تدخل بيه والفريق بيكون ما بين تمانية لعشر طلاب من كل مدرسة إحنا حددنا المسابقة السنة الفاتت بأنه يعملوا مشروعات مبتكرة لتنشيط السياحة أو خدمة السياحة فكانت زي ما قالت الأستاذة الوجهة مصر عليهم أنه يطلعوا بفكرة مشروع تساعد في السياحة باستخدام التطويرات الجديدة وكل الحاجات هما بيخشوا في تركتا دريب وتعليم لمدة 8 أسابيع وبعدين الفريق بيختار مشروعه ويبتدوا يحطوا بيزنس فلان بقى ويحطوا لها تكاليف ويحطوا لها مجلس إدارة كأنها شركة وبعدين يبتدوا يشتغلوا على المشروع لغاية ما يطلعوا بروتوطايل المسابقة تفرعتين واحد منها تطوير التطبيقات زي الفريق بتاع سيف وواحد منها تطوير الروبوتز زي الفريق بتعملك السنة دي كان عندنا 47 فريق من 23 مدرسة في قاهرة والجيزة كويس جدا حاجة مباشرة على فكرة بالضبط كده حاجة تفرح بحقه حقيقي 47 فريق صحيح اللي كذبوا منهم المراكز الأولانية 3 في كل مصار لكن في النهاية 47 فريق قدموا مشروعات مبيرة وقدموا أفكار عظيمة يجوز جدا تبنيها على المستوى الاستثماري يعني أنه فيه شركات بتشتغل في السياحة أو هيئة تنشيط السياحة أو وزارة السياحة تقدر تستفيد من الولاد دول لأنه فيه بروتوطايب يعني فيه حدا طلعت على الحيوم الموضوع أنه عارفة دلوقتي بيدخل السياحة أو أي حد عايز يروح أي بلد بيدخل على جروبس على فيسبوك يعطي يقول يا جماعة إيه رأيكم في البلد دي أروح أو لا لأ طب التجربة بتاعتكم كانت عاملة إزاي لو بجد شركة سياحة تبنت مشروع زي مشروع سيف مثلا أنت بتسهل على السياح دلوقتي أنه يجي ويشوف الحاجة كأنه موجود فيها يعني وهيشرح الأبليكيشن شارح كمان كل حاجة بتحصل في مطحف المصري الكبير كل حاجة موجودة هناك فأنت عشت تجربة وسهلت على السياح أنه يجي يعني عملت له مايكتنج ببلاشت